تركزت الاشتباكات الأخيرة بين طرفي الصراع السوداني يوم الأحد بالقرب من قاعدتين عسكريتين هما مقر سلاح المدرعات في جنوب الخرطوم ومقر سلاح المهندسين في شمال أومدرمان وقالت القوات المسلحة السودانية إنها صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع على مقر سلاح المدرعات في الوقت نفسه يتواصل حصار قوات الدعم السريع لمقر سلاح المهندسين في جنوب أومدرمان منذ عدة أيام وقد وصل الجانبان إلى طريق مزدود بالإضافة إلى ذلك وصلت أجزاء من القوات المسلحة السودانية الاشتباكات مع قوات الدعم السريع بعد وصولها إلى مطار الخرطوم الدولي في شمال الخرطوم يوم السبت وعلى مقربة من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة القريبة وقالت القوات المسلحة السودانية يوم الأحد إنها نشرت قوات في المنطقة وأنشأت مواقع أمامية كما نشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه إن مطار الخرطوم الدولي لا يزال تحت سيطراتها هذا وأدت الاستباكات العنيفة بين طرفي النزاع إلى انقطاع واسع النطاق للشبكات والاتصالات في منطقة العاصمة في الصباح الباكر من يوم الأحد واستمر الحال على ما هو عليه لأكثر من عشر ساعت كما أفاد السكان المحليون أن طرفي النزاع يفرضني حاليا حظرة جول غير معلن في المناطق الخاضعة لسيطرتهما على السكان والمركبات من الساعة العشرة مساء إلى السادسة صباحا في اليوم التالي وقد تم تحذير السكان الذين انتهكوا الحظرة بإطلاق النار ترجمة نانسي قنقر